الآن أنا عندي فعل شاذ الفعل الشاذ الفعل تينير أو تينير كي ما الفرق بين تينير وتينير كي تينير معناتها يملك يعني أنا لما أكون عندي شيء أو أملك أو عندي أو لدي مثل لما استخدمنا كلمة الأعمار جوتينغو تذكرون بنتيكواتروانيوس جوتينغو بنتيكواتروانيوس اللي هو استخدمنا الفعل تينير مع العمر لأننا أقول أنا عندي طبعا في اللغة العربية عمري على طول ما يحتاج أقول عندي 24 سنة تينير كي تينير إذا جاء بعدها كي معناتها يجب أن يجب أن يعني زي لما أصرفها أقول يجب علي أن أذهب أو يجب علي أن أدرس يجب عليك أن تأتي يجب علينا أن نسافر بمعنى يجب يعني يجب فقط هذا هو المعنى تينير كي إذا صار بعدها كي معناتها يجب أما إذا جاءت تينير لحالها معناتها عندي أو عنده أو لدي أو يملك زي مثلا عندي بيت عندي سيارة إلى آخره أنا طبعا خلاص بس أنتم تعودتوا على الضمائر اللي ما يحتاج أكررها دائما معاكم على طول راح أدخل على التصريف هذا فعل شاذ فتينير أخذت تينغو بدل الإير أخذنا غو صارت تينغو بس في الباقية اللي هي هنا اللي هي معتو لاحظوا هنا التغيير ولاحظوا هنا التغيير ولاحظوا هنا التغيير ولاحظوا هنا التغيير غيرناها يعني حرف انقلب إلى في تصريف هذا الفعل الشاذ والنهايات هذه النهايات نفس نهايات الفعل إير اللي احنا أصلاً أخذناها ففقط اللي بتغيير معاكم إي إي لما نتحدث عن أطراف آخرين أو أطراف غائبين لكن لما أتكلم عن نفسي وأتكلم عن نحن أو أنتم يعني هنا لا أنا ما راح أغير فيها فقط راح أغير في تو أستاذ أنت وحضرتك أو أو هو وهي هي اللي تتغيير فيها وهذه دائماً الطريقة هذه في أغلب الأفعال الشاذة أستاذس أيوس وأيس فهذه التغييرات اللي موجودة عندنا اللي أنا عشرت عليها هذا فعل شاذ فننطق تينغو تينيس تيني تيني تينيموس تينيس تينين 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 بسيط جداً وهي مسألة تعود مسألة تعود تينغو تينيس تيني تيني تينيموس تينيس تينين تينين هذا هو تصريف الفعل تينير فأنا إذا أبغاه أو أتكلم عن تينير كي يعني يجب علي هنا مثلاً تينغو بيت مثلاً تينغو 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 كي كومير تينغو كي كومير يجب علي أن أكل تينغو كي سالير وهو الفعل يخرج تينغو كي سالير علي أن أخرج أو يجب علي أن أخرج تيني كي بنير يعني يجب عليك أن تأتي هذه بصيغة الاحترام مثلاً هنا تيني كي مثلاً ديس كان سار ديس كان سار يعني يجب عليه أن يرتاح تينيموس كي مثلاً بياخار أن نسافر تينيس كي مثلاً كورير يعني أنهم لازم واجب عليهم يعني يجب عليكم أن تجروا أو تسوون رياضة تيني كي مثلاً استوديار استوديار يجب عليهم أن يدرسوا استوديار تيني كي مثلاً أي فعل يعني مثلاً ثنار يتعشون يتعشى فبهذه الطريقة تغير الفعل من كونه يجب أو عندي إلى يجب أن فهذه الأفعال بكل بساطة أنا لا أكون ما وضحتها لا تكون ما كانت واضحة معنا ما عليش يبدونها كانت كذا عموماً أبعيدها تيني بيّ mee تيني بيزтиров تيني بيڨر تيني بي Herr تينيس كي قرير تيني بيكو تيني بي Minnesota و تيني بي سنوار كمير يأكل ي勿 해서 نمoms يخرج يكني الي في السنوار تيني بيخوة يريد ي соверш يو Austan هيكو و Fate فهذه طريقة استخدام الفاعل بهذا الشكل تينجو كي كومير تينس كي سالير وهكذا بمجرد ما أضفنا الكي وحطينا الفاعل معناه بعدها معناته صار يجب أن تحياتي لكم